موسيقى 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 جورج ترس ابن مجليا شمال لبنان وابن القرات الخمس في عالم الاعمال جورج ترس المتفائل دائما المبتسم دائما الطموح وصحب الامان العميق اهلا فيك ببيروت موسيقى بتفكر بالانجليزية بتحلل بالانجليزية واللغة العربية معتمتها منذ ما يقارب 30 سنة اليوم لح نكسر القاعدة هلأت عمستعد؟ نحن نجرب بين مجليا شمال لبنان ونيويورك في الولايات المتحدة الامريكية مسافة مسافة جغرافية هائلة وعمر غربتك يمتد على مدى ثلاث عقود من الزمن يقال البعيد عن العين بعيد عن القلب اليوم واته بتوصل الى لبنان واته تطأ قدمك ارض لبنان وطراب مجلية هل بعدك بتشعر بنفس الرعشي؟ اكيد انه قلبي بدأ بس طيارة توصل فوق مطار بيروت وبس انزل ببيروت وروح على الشمال اكيد شعور ما في مثله يقال انه الغرب بتغير الانسان يلي بيسافر يبتعد جغرافيا وبيبتعد واجدانيا بتتغير نظرته للانتماء للهوية شو رأيك؟ هل انت اليوم بعد مول كل هذا الرضح من الزمن تغيرت؟ هل انتمائك للي ما اتغير؟ لا ابدا لا بيقول جورج بيرنارد شو اكره الشعور بانني في البيت عندما اكون خارج البيت هل يمكن على الانسان انه يجمع بين وطنين او ثلاثة؟ اكيد فيه وطن الام وطن الام ما بتغير والحنين الكبير هو بيكون لوطن الام بد بيكون اكيد بتغير بنتقل لك كذا اوطان يلي هو بيشتغل فيهم وبيعيش فيهم لوقت محدد بد اكيد الوطن الام وطن الام وبيدل الحنين الاكبر للوطن الام انت لبناني امريكي ولا اكلمين؟ اول شي لا لبنان اوكي انا لبناني لبناني اصيل وبنس اصلي من نكر اصله لا اصلا له ما هيك بيقوله بالعربي انا لبناني اكيد كمان انا لبناني امريكاني بس على طول انا لبناني جوجة ترس اهلا وسهلا فيك فيك ركار شكرا شكرا اشتركوا في القناة وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو ار كرم وفيسبوك على صفحة كرم ريكاردو جوجة ترس اهلا وسهلا فيك مرة تانية انت ابن انتونيوس ولور الترس ونحن عم نتابع خطواتك وحراكك شعرنا ان العائلة قيمة اساسية بحياتك شعرنا الى اي درجة العائلة مقدسة بحياتك هل اصبنا في هذا التوصيف؟ اه يه مظبوط اه صبته مظبوط لانه انا بحياتي اه باهم شي عندي الله بعدين تاني شي هو العائلة وكل شي بدي اعمله لازم يكون ان العائلة تجي اول شي او او بحمي حقوق العائلة ماذا لو تعرضت خياراتك وافاقك اه بين الشخصي والمهني لنقول بين العائلة والعمل هل كانت الدفة ستبقى ترجح العائلة على حساب العمل ام العكس يمكن ايضا ان يطرح وان يكون حية هايدي من الشغلات الصعبة علينا على طول بحياتنا اليومية كرجال اعمال عنا اشغال كتير عنا مشاريع كتير واكيد الوقت محدد اه وبدنا ندل ينو اه بدنا ندل نعمل اه نركز نشوف شو بدنا نعمل بين العائلة والشغل بات اذا شي كان مهم كتير للعائلة العائلة تجي اول شي يضطر المرء احيانا يلقفز فوق عطفته من اجل تحقيق احلامه وانت صاحب احلام وطموحات كتير كبيرة اه هذا الصراع هل عشته بيوم من الايام اكيد ما نعيشه كل يوم بس مش احساب العائلة يعني اليوم اذا انت موجود بالمانيا او انجلترا وجايك اتصال هاتفي من ابنك الموجود بنيويورك وفي عندك تاني نهار صفقة من المفروض ابرامان بالصين ويجب عليك ان تستقل الطائرة وانت تتوجه الى الصين لتوقيع العقد شو بتعمل بشوف مش نشوف بده بده يلعب بده اذا شي بيخص صحته او شي كتير 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 مهم بلغل بلغل السفرة بروح شوف ابني اذا كان لصحته واذا ما كانت صحته بحكي مع مرتي بقول له بليز شوفي كيف تزبطيتها ارجع وبس ارجع برجع بعمله البدوية على سيرة العودة والرجعة بدي ارجع انا وياك سنوات الى الوراء بنا نرجع الى طرابلوس الى مدرسة الفرير انت درست بالزهرية في هذا المعهد المشهور ويوما دلعت الحرب في لبنان طبعا الحرب لم ترحم مطلق اي مدينة وطرابلوسية مدينة دفعت دفعت فاتورة طويلة وفاتورة عالية جدا فطررت الانتقال من الفرير طرابلوس الى الفرير في صغرتها لعنة الحرب الاهلية فرزت الناس بحسب طواقفهم المدن اللي كانت مختلطة اصبحت مدن محصورة بطواقف معينة ومذاهب معينة كم اثرت عليك هكذا ظروف في تلك المرحلة الحقيقة انا قبل الحرب الاهلية بالاربع سامية خمسة وعين كنت عامية سنين عاش سنين يعني ما كنت كتير واعي ع هالشغلات اللي بتفرق العالم بكتير بالسياسية او بالاديان بتكيف بتذكر بالاربع سبعين تتو سبعين في مظاهرات يقولنا بكون تلو بكير نطلع عصغار تبكير عم جلية بس ما تدخل ما بنعرف فيها كتير ونحنا البابا كان يشتغل بشركة الاي في سي اللي هي في تواقف وخليط من كل الاديان وكنا مبسوطين وعيشين ولحديث هلا انا كتير بحب كل الاديان وبيحترم كل الاديان وما عندي اي مشكل مع اي شخص هل خسرت رفاق وزملاء كنتوفهم كل يوم وفجأة ما عاد شفتهم اكتر شي بالمدارس وتتفرقنا من التسع سنين عاش سنين طلعنا هربنا من مجلية ع حدث الجبه رجعنا رحنا ع اهدن من اهدن تعلمنا بفرفه بعدين بصغرته وبعدين بالعبس يعني تغيرت الاحداث كتير وصلنا تفرقنا عن بعضنا كتير وخصوصي بعد ما تخرجنا من المدارس كل واحد بيروح بطريقه واحد بيسفر واحد بيروح عهدي الجامعة واحد بيروح عهدي كجامعة اكيد في عانم كتير الشباب كتير ما عدنا شفنا بعضنا ولا عم يجرب قد ما فينا رجع نشوف بعضنا هل خسرت ذكرياتك امع العكس بعدها ذكريات واضحة بمخيلتك وما قدرت السنوات ان تلبدها وتغيرها وتمحيها لا انا بحب الذكريات اوكي لكن بدل اجي على لبنان بحكي مع الشباب اصحابي قد ما فيني هل ايه ذكريات سعيدة ام قليمة في كتير ذكريات سعيدة وفي كتير ذكريات قليمة بدنا نجرب نتعلم من الذكريات القليمة ونمشيها بدنا نمشي موفان كما بيقولوا بالانجليزي شو اهم شي علامتك ك لور أترس ديسبلين الانديباط 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 والدقيق والدقة والدقة والتهزيب وما ننسش الغير وكتير شغلات تعرف وشو اهم شي على ما كيه انتونيوس اترس تيبة القلب شغل كان يشتغل كتير تا كان قد ما فيه يشتغل تا كان يعطينا اكتر انت لشو مديون لقلون بكل شي بكل شي اهل اهل اهم شي بالحياة هني يجيبونا عها الارض ولازم يكون مديوني لانهم كل كلهم حياتنا لك الحال اكيد طيف الاهل لحيكون موجود الليلي ومخيم على هذه الحلقة وعلى هذا الحوار ونحن رجع لهم بسيئة حديثنا انت ارادت انك تدرس الهندسي في جامعة ابسيل في الكاسيك وهي طبعا جامعة صغيرة غير معروفة ما بعرف اذا بعدها موجودة حتى اليوم لماذا الهندسي المعلوماتي وعينك على عالم الاعمال والتجارة الحقيقة متل ما بتعرف بلبنان ايام الحرب ما عنا هالتوجيه متل معروف فيه يعني كمين نحن بشمال شوي مش متل ببيروت او بفرنسا او بامريكا وهي دا كان الموجود يعني جربت اعمل كذا شغلة وهي دي اخر شي طلت الموجودة شفكت تعمل اول شي كمدي اعمل زابط بجيش وما توفقت قدمت امتحان قدمت منجحت رجعت جربت عكذا جامعة وهي دي توصلت اخر شي كانت موجودة لقلي وقدمنا علي وبالليش نقات للانفروماتيك لانه انا كنت شاطر شوي بالمات بقى هاي دي كانت مناسب لقلي بهاي ديك الوقت تميزك وتفوقك بمادة الرياضيات المافماتيكس مثل ما ذكرت اتحلق الفرصة انك تعطي دروس خصوصية العائلة متواضعة البيت متواضع وحياتك لم تكن تخلو من التقشف اليوم انت راجل اعمال بحجم دولة وحجم قارة هل الدني كانت عادلة معك ام انت كنت بارع اكتر من اللازم في التعامل مع تفاصيل هذه الحياة انا بقول ان الدني على طول عادلة بتاكيد انا اشتغلت وكنت عارف شو بدي عارف شو بدي عارف انه بدي اتقدم والدني ساعدتني وكنت عادلة معي كتير ناس طبعا عم يسمعون الليلة وكتير شباب عم يصغوا لقلك واللي عم بتقولوا باهتمام كبير وبحذر كبير يعني كتير ناس عم يجربوا كتير ناس حاولوا كتير ناس عم يشتغلوا وعم بيحاولوا انه يوصلوا لكن بيحسوا انه الأفاق مسكرة أمامهم بيشعروا انه الحظ ما عم يبتسملون فيه ناس بيعتبروا انه الحظ هو حكر على فئة معينة انت شو رأيك هالشابي اللي عم يسمعونها الليلة شو بتقلهم كيف بتحسون كيف بتشجعون كيف فيك تشحنهم بطاقة وبنوع من الأمر والتفاؤل بدون ندلوا جربوا ما في انه انا هيدا عندي حظ وما عندي حظ الانسان لازم على طول يجرب وعلى طول وعلى طول يسابر انه يشتغل على اللي بده اياه وانا بفتكر بيوصل بتعرف بدني كبرت وفي الانترنت انا بقول انه الحظ بلعب دور بس مش كل شي وقت اجا وقت السفر كان في خيارين يا باريس او واشنطن الموضة كان باريس وقتا اجتك منحة دراسية لمتابعة دراستك في فرنسا لكنك نقضت هذه المنحة وتوجهت الى نيويورك طبعا اختيار صعب يعني نيويورك هي اجتياز المحيط الاطلسي هي الانتقال الى قارة بعيدة كل البعد ليش نيويورك الحقيقة انا درست انفرماتيك بحب تجارة كنت حبتي جير وقتها كنت صغير كنت اجي من صغرتها من مجلية ع بيروت كنت روح عالمصانع اشتري تي شيرت اشتري جينز رجع رجعهم بيعا لاصحابي بالشمال بارخص ما كانوا يشتروهن وانا اعمل شوية مصاري كنت بيع لاصحابي بالجامعة حبات التجارة والمعلوماتية شغلة بدك تتعد ورا مكتب وتقرأ وتكتب كتير انا كنت حب العالم حب اشتري وبيع قلت نينو انت ارجع انا روح ع فرنسا وادروس وكنت سألت لقبلي شو عملوا بفرنسا عالم اشتغلت وشو بيعملوا وشو المكاسب المالية تبعيتهم وعالم رجعوا على لبنان ودرست كل شي وكنت صغير بس كنت ادرس ادرس الوضع وقلت انا برأيي هيدي مش لقلي لازم روح عشي بلد كبير وعشي مدينة كبيرة ونيويورك وامريكا كانوا اكبر شي وكانوا هذي يلي متوفرين للي وجربت حظي ورحت مجلسة في كبيرة اه مجلسة في كبيرة زبطت ميه كان في عندك بنيويورك كان عندي شاب صاحبة كان سفر قبلنا عن نيويورك جميل حيك من وجره تحية اي من وجره اكيد اكيد هو الاصل ايه قلت لفن قلت له فيني ايجي لعندك وكي ساعدني ورحت ورحت عامريكا ذكر معك بالجيب بمصاري كم معي 3000 دولار على طريق المطار عند مغادرتك لبنان هل كنت مفكر ترجع بفترة قصيرة هل كنت عارف حالك انك لح تروح وما رح ترجع هل كنت شايف انه دني معقول تتسلم لك هل كنت متفائل فعلا بالمستقبل اه انا على طول متفائل اه لانه اذا بسمع لي انت عم تحكي اليوم بعد 30 سنة بديك ترجع لورا عم فكر هلا بسرعة ترجع لورا حقيقة يعني انت كنت ذاهب نحو المجهول يعني فيك تنجح وفيك تفشل فيك ترجع متل ما رحت وفيك ترجع عبر طائرة خاصة شو صار معك خبرنا يعني الطريق المجهول كيف كانت صعبة اكيد فيا خوف فيا 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 خوف ما بتعرف شو بدو يتقب وصلت اي نيويورك مين كان بانتظارك ما كان في حد ناطرني عالمطار اخذنا تاكسي اصفر اخذنا تاكسي اصفر ورحت لعند عالادراس لشاب صاحبي كان عطيني ايه كمان ضيعنا بالادراس انطرنا لتاني يوم تاني يوم رجعت الفنر رجينا رحدينا بالادراس و ونمنع عن شاب صاحبي اشي اربعة شو كير معاك بالشنطة تيب بس بس تيب كان في اكل تيب وفي ايه والله ما بقى تذكر ما كان في زعتر لبنين كازلي اكيد اكيد شوية زيتون ورصة مهدايا وحلو هايك تعرف وتواحد بيسفر من لبنان شو كيت نصيحة الاهل عندما غدرت والله الاهل كانوا زعلينين اكيد بس بيعرفوا انه لازم سفر تاك اننا نتقدم شوية اكتر وقالوا لالله يوفقك هيدا كين هيدا كين هيدا بتذكروا اكتر شي مسعود خيك الاصغر اللي ذكرته بلا ما تسميه رافأك وكان ولا زال الكتف اللي تكأت عليها كان الى جوارك منذ البدايات وانه بيشبهك وانه بيختلف عنك مبدئيا بالقيم العملية والخي بيطلع خي مسعود يلي هو شريكي ويلي انا بلاش انا ويه بالشركة بيشبهني كتير 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 بالقيم الاخليقية والعملية وبالشغل شوية هو تقليدي تقليدي انا بتفش اكتر شوي بتهوي على طول بيسندني بكل شي انا بعمله يعني انت مقدام بس بلا ما تكون متهور اكيد هل الشراكة بين شقيقين عملية سهلة؟ حسب كيف بتبلش وكيف تتفق انت وكل شخص حي الله الشركة بدك يكون يلي تتفق على الاصول شو لازم يصير مشان ما يصير ديزابوينتمنت وخيبات خيبات امل كل شي لازم يكون واضح وطب يكون كل شي واضح بتعرف بالعيلة بتعرفنا عنا شوية تقليد بعضنا انا اكبر منو سو بيسمعلي اكتر ومنحترم بعضنا وطب بتكون الشركة مع الاخوي شوي بتكون الحسابات ما في حسابات يعني اخوي عيلة في نيويورك ماذا عملت شو اشتغلت وصلنا ع نيويورك في انا متعلم اينفورماتيك اه تنظيم مؤسسات اه ورحنا لهونيك بدنا نبلش بالشغل لانو انا على الطول بحب انتج هايدي مشين هيكي لحديث هلأ وصلت لهون لانو كل يوم بحب اعمل شي اكتر من اللي عملتهم بارح شاب صاحبي يلي اخدنا ادبرنا شغل اه وشو الشغل يعني بدك تبلش باول شي شو اول شي عالتال بالعربي اللي مش برح يعني مثل ما بيقولو بتنزل البضاعة بتحمل البضاعة بس نبلش وعهالاساس بيشوفونا شو منعرف نشتغل بعدين وقلنا بركي منبلش بهايك وبركي منتقدم بالشغل بقيت هيك على فترة طويلة لا والله كتير بعد الاصحاب الشغل شايفونا شو منشتغل شايفوني انا وصروا سلموني شوية مسئولية اكتر من المسئولية يعني كنت تحمل وتحمل بضاعة حبل بضاعة كم ساعة بنهار 12 ساعة 14 ساعة كل يوم سبت احد كنا نصلي شغلونا سبت احد حتى نعمل شوية اوفر تايم اكتر من المسئولية عملت شي تاني كمان لا بس هيكي كنا عم نشتغل بفرد شغلي حوالة ثلاثة شهور لستة شهور بفتكر انت قررت انه يكون لك عملك الخاص وكان عمرك بعده فتي يعني كنت ابن 24 سنة ما معك شي عندك احلام فقط والاحلام ما في جبرك عليها لم يقل لك احد انه احلامك تشبه المستحيل مبدئيا انا كنت اشتغل لوحدي وفكر لوحدي بتعرف عمري 23 24 25 تغربنا كنت انا وخية واصحاب الاصحاب شوية بيخافوا بس انا قالوا لي خليك بالشغل شو بدك بها الشغلة قلت للك انا حسيت حسيت عندي طاقة اكبر من الشغل وكون موظف بقلت انا بدنا نفتح حسابنا هيك بالعربي وهكذا كان وهكذا كان نابوليون ونابارت كان بيقول لا مستحيل تحت الشمس وهو كان طبعا مقتنع بما قال اليوم بعد ما كبرت نجد احلامك هل ما زلت مقتنع انه لا مستحيل تحت الشمس مزبوط لا مستحيل تحت الشمس بدين امتو 3000 دولار في بطاقة اتيمانية انطلقت انت اخدت او سدنت مبلغ 3000 دولار عبر الكردت كارد مين شجعك عاشي ومين حاول يردعك ويسنيك عن هالخطوة الحقيقة لوحدة لا ما كان فيها حدا لا حدا يشجاني لا حدا يقل لي ما تعملها هل وضعت تنسب الفشل امامك لك لا لانه بلاشنا منمشي شو بدي يصير يعني ما نخسر شي ما نخسر شي ما في شي ما بتخسر شي بس فيه اجار باخر الشهر في اسلوب حياة يعني بدك تاكل بدك تدفع التاكسي بدك تروع العملك يعني اذا غسرت كل شي هالأمور كلها البداية ويالي هي أمور بداية ما فيك تأمنها هل مخفت انك توصل لمرحل ما معك شي بجيبتك ما خفت لانه عندي سيئة بنفسي طيب اليوم اذا بدي اسألك عن قيمة البطاقات الاقتمانية الخاصة فيك شو سقفة لا حدود هل بتعرف ده عندك بالمصارف ام توقفت عن العد توقفت عن العد طيب كم يبلغ الرأس المال اللي تتحرك اليوم ضمدو نحن هلأ بشركة الموضة كابالي منبيع حوالي 300 مليون دولار بالسنة بالسنة 300 مليون دولار في احد الاصدقاء رفعك منذ البدايات كان معك بالجامعة تعرفت عليها في لبنان بالكاسليك بجامعة الإبسيل وانتقل معك الى أمريكا هو اليوم موجود معنا بالستيديو بده ادعي انه ينضم لألنا وبده استمع منه عن روايات البدايات ويسام نون بيطلب منك تتفضل وتشاركنا بيها الجلسة ستكون حاضر ويسام أهلا وسهلا فيك أهلا فيك طبعا انت بتختزن روايات ووقائع عشتها عن قرب وده اللي بيعرفوها ديك تخبرني عن حادثة معينة وتكنتوا بي لبنان ومن ثم عن حادثة أخرى وتكنتوا بي نيويورك سو لمن احنا نوجدنا بزيت الصف حد بعضنا بعدني بذكر بآخر كراسي بالصف من كلمة لكلمة بتاعف ما حدا بيعرف بعضه صرنا أصحاب من أول نهار بعدها بثلاث سنين ونص لمنقرر يسافر وراح كلنا زعلنا أنه وأنه رايح مش رح يرجع بعد ستة شهر تمانة شهر بيتالفن لي بيقلي جبتلك قبول عجامعة وانا كان طالب مني إخراج آدو بس كنا بهيكل فترة عامنين كتير إخراجات آد أكسترا لأنه إذا هاي السفارة ما قبلت هاي السفارة بتقبل صور شمسية عنا كوليكسيون من نحنا أول سنة جامعة لآخر سنة جامعة سو كان أخدهم قريدي معه يعني لأنه حاطت براسه يهتم بأصحابه وهيك صار بيجيب لي قبول عجامعة بيقول لي تعه لأنه أنا جبتلك قبول عجامعة قلت له لا أنا عم صيف صار رعاية أنه بتبلش الجامعة مفروض تفوت على المطار قبل ما تبلش الجامعة وبالفعل عملت لي براسي ورحت من بعد ما بلشت جامعة وكنت محظوظ أنه وصلت وفوتوني عامريكا لأنه مفروض تفوت قبل ما تبلش الجامعة سو هاي دي من القصص يلي بقدر إلك أنه حادثة يعني أثرت فيه وغيرت لك مجرح حياتك مية بالمية بنيويورك أنت كنشاهد على البدايات خبرنا عن حادثة معينة طبعا فيها يكون عنده وقع على المشاهدين وخصوصا الشباب بنون كنا نظهر تنروح نتعشى بمطعم أو نروح نتلاب أو نسهر أو شي نكون ماشيين يوقف قدام محل للأجار اللي ليك بكرة هاي ده نحنا مناخده ونعمل هاك وهاك وهاك أنا بالي بدي أوصل على النايت تلاب بيكون اللاين طويل أو شي نكون ماشيين شي مطرح يشوف شي مؤسس مهمة يقلي لك هيدولي عندهم خمسيمة محل بأمريكا أنا ما عارف يا أدراس كنت رايح من هالناحية كان يستعمل كل دقيقة من وقته للإنتاج غيرنا وبحكي عن حالي إنه جمع كنا في كتير وقت من وقتنا ضايع ما كنا نستعمله مظهوط مشان هاك هو الإدراء اللي عنده إياها بيتصرف كأنه عشر أشخاص نحنا أنا مشكلتنا إنه منتصرف أيام قد ربع شخص نص شخص حتى مش الإدراء الكاملة تبعنا مشان هاك بتلاقي النتيجة أسرع تصله والنتيجة أهم تصله عن غيره جورج ترس أسست جي أم إي جروب جورج ومسعود الترس جروب للاكسسورات وتصنيع واستيراد الملابس والأحزي للنساء والأطفال هل تتذكر أول شحنة تياب وأحزيه وقعت على استيراده نحنا بلشنا بأكسسور شعر يلي هو كليبات وما كليبات بتذكر أكيد بتذكر أول كم دفعت كم استثمرت في هذا المشروع شي بسيط أول شي بلشنا نشتري شي بسيط 200 أطعى 300 أطعى 500 أطعى وصلنا نكبر نكبر وهي كنت تصنعون ببروكلين ببروكلين نيويورك كاننا نحنا استأجارنا ما كان استأجارنا عادنا عنا بيت بيسمينت بيطلع 50 متر مربع وهيك بلشنا بالشغل أنا وخيي من هونيك بالبيت بالبيت دي ربحت بي هالسفقة ربحنا تكملنا ندفع حق البضاعة ونصرنا نشتري أكتر البضاعة ونأكتر البضاعة وطلبية أكبر وأكبر وأكبر ويسامنوننا شكرا 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 شروط الثلاثة تشكل ضرورة مطلقة لتنجح في الحياة إرادة 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 وجورج الترس يملك منها الكثير فاصل بن واصل موسيقى 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 آمن منذ انطلق بأهمية التنوع وبجدوى عدم وضع كل الطاقات في سلة واحدة فعمل في صناعة وتجارة الأكسسوارات وفي الملابس والحلي والألعاب والأحذية ومواد التجزئة وفي العقارات محلقا باسم إيطالي كابالي كابالي نيويورك أصبح في كل مكان وغزت صناعة كابالي نيويورك كل المتاجر العالمية وأصبحت شبكة عالمية حلق ضيفي باسم كابالي نيويورك في كل العالم وغزت صناعاته المتاجر العالمية وأصبح من يرتدي على سبيل المثال للحصر من والمارت أو ميسيز أو باريس جاليريز أو لافيات أو حتى ماركس ان سبنسر يرتدي حتما من كابالي نيويورك شوش يترس؟ هل يرضيك كل هذا اليوم؟ أنا على طول مبسوط بكل شيء اللي وصلنا عليه بس ما بيوقفنا إنه نقول ونفكر ونشتغل بتاني نعمل شيء أكبر وأكبر هل أهدافك بعده أكبر من اللي وصلت له؟ أكيد أكيد عندي كتير أهداف عندي كتير أهداف وعندي أحلام أكبر من اللي وصلنا عليه لأنه اللي وصلنا عليه فكر فينا نوصل لأكبر بالعام التسعين طلعت حواليك بحثت عن أفاق أبعد من نيويورك وأوروبا والشرق الأوسط فوقع نظر ضيفي على بلاد الشرق الأقصى أسس شركة شانجاي المحدودة واقتحم أسواق الصين وكوريا وطايوان من الباب العريض توجه إلى أسواق لم يسبقوا إليها في الولايات المتحدة الأمريكية أحد في مجاله وحلقت هل هي حاسي سادسة عندك دفعتك إلى هذا؟ أم هو وعي مبكر بأهمية الأسواق الناشئة وهذا ما كان؟ الحقيقة مثل ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع طرينا وقتا كنا بأمريكا عم بيقولوا إنه في عالم عم بيجيبوا بداعة أرخص من بداعتنا من الصين أو تايوان أو كوريا بقى قلت أنا لازم روح سفر وشوف الكوريين أو الصينيين سفرت لأوين؟ أول شي رحت عالساوز كوريا من كنا تركنيك؟ ما حدا أكيد كنت لحالك؟ كنا لحالنا كنت لوحدة أرار بدي روح لوحدة ما عندي حدا أحكي معه أو يدليني أو كيف رحت عالكوريا مغامرة مغامرة متل مغامرة رحنا فيها عامريكا؟ فندق خمس نجوم؟ لا ما كان معنا مصاري الآن فندق عادي رحت عالترافل ايجنت أخذنا بطاقة سفر رحت عالوتيل نزلنا طلعت بالدفتر التليفونات أسألت الكونسيرج يلو بيجز يلو بيجز جبت بضاعة شوية معي من أمريكا ألتلنوا أسألتهم تعرف شو حدا هون بيصنع من هايدي البضاعة هون بكوريا ومن كلمة لكلمة من محل لمحل صاروا يدلوني ورحت ويتفرج ونشير ونحط حتى لقيت شخص يلي بيصنع ممكن أربة حمس أيام هونيك لقيت شخص بيصنع زيت البضاعة يلي عم نعملها بأمريكا واشتريت منه بضاعة وجبنين عا أمريكا وبعني هون ورجعت شفت قالوا لي في غير محل بتايوان وصرت كل جمعتين اجي عا اميركا اجي عسفر عا كوريا بعدين عا تايوان من تايوان عا هون كونج بعدين من هون كونج عا الصين وصرت سافر اجي عا أمريكا وروع عا أمريكا الصين وهيكي هكي درنا تعلمت أنا قدرت تعلمت شو في موجود بالصين شو في موجود بالصين وشو الحاجة طبع هل لأميركا وصرت طبقوا ع بعضون ومش الحال وغزاوت أشراك الأقصى جوجل ترس اليوم تمتلك ثلاث معامل في الصين كم قطعة هذه المصانع تستطيع أن تنتج سنويا كنا وقتها بلشنا بالصين بلشنا بأول مصنع وتاني مصنع وتالت مصنع ووصل لعنا تقريبا سبعة آلاف وخمسمائة عامل بالمصانع وصلنا لمرحلة منصنح حوالي أربعين لخمسين مليون قطعة بمصانعنا الخاصة وهلأ منصنح حوالي المئة مليون قطعة بس خففنا من التصنيع بالمصانع وعنا شركات أو المصانع غيرها يلي منعطيها منشتين إحنا لقماش أو المواد الأولية روماتيريال وبيصنعونا لأنه منشحنهم ع أوروبا ع أمريكا ع اليابان لكل العالم يقارن بين ملايين القطع هذا بتصنعوا 16 مليون زوج من الأحزية أي بمعدل أربعة أزواج من الأحزية للشخص الواحد في لبنان مزبوط 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 مدامنا عم نحكي عن الأحزية في الصين لفتنا خبر إعلان الصين عن أول حزاء زكي مقاوم بالمياه يمكن أن يقوم بالاتصال بالهواتف الزكية واحتساب معدل الحركة وعدد السعرات الحرارية الكالوريز شو رأيك؟ حلو وذلك تحت مظلة جي ام اي جروب أكتر من 22 مؤسسة بين كابالي نيويورك كابالي سبورت مجوهرات بالي تصنع أكثر من 100 مليون قطعة سنويا وتزيد عائداتها عن ملياري دولار هذا الرقم هل يرضيك؟ أول شي كاتر خيال الله رقم كتير حلو قدرنا بيعنا حوالي المليارين دولار أكتب من المليارين دولار من وقت ما بلشنا بس هيدا الرقم رح يكبر إذا الله بريد رح يكبر برقم أكبر بكتئة أنت بتنام متأخر وبتوعى في الصباح الباكر انبوزوغ الفجر هل أحلامك هي اللي بتوعيك؟ على طول بحلم بس بوعى لأنه لازموا مع الشغل يقالب توعة وتنهل من الإنجيل المقدس تقرأ الكثير من العبر وتستسمر هذه العبر في حياتك اليومية في عملك في تعاملك مع الآخرين مع الموظفين مع التجار مع الزبائن هل هذا صحيح؟ كتير صحيح إلى أي دلاجة الإيمان اللي عبد دوره بحياتك؟ الإيمان كل شي عندي أنا أنا بقوم الصباح بقر هالإنجيل وبقدر بحفظ كتير من أقوال الإنجيل وبطبقهم بحياتي الشخصية والعملية جورج أترس أنت اليوم ابن الخمسين سنة هل بعدك بتحلم متل ما كنت أحلم مقت عملك عشرين سنة؟ الأحلام ما بتوقف على طول بحلم وهلأ الأحلام أكيد تغيرت شوي عملك خمسين سنة الدافينا بنشتغل بس أكيد هلأ بحلم أحوالها أولادة كيف هالولاد بكرة إذا الله بريد بيوفقهم إن شاء الله الوفقهم متل ما الله وفقنا وأحلامنا هلأ عم تكبر مع أحلامهم شخصيه؟ الرجال الحالمون هن رجال مستهدفون هل أحلامك تزعج المنافسين؟ أكيد أكيد إذا فتنا بأي مصلحة أو الشغل اللي نحبنا نشتغل فيه لأنه منشتغل مظبوط أكيد المنافسين ما بيحبوا هالشغل لأنه منشتغل مظبوط ومعقول معقول نفسهم على الشغل اللي نحب يشتغلوا فيه هل المنافسة شريسة بأمريكا؟ كتير شريسة كتير شريسة هل هويتك العربية اللبنانية أربكتك؟ لا الحقيقة لا بس نحنا اللبنانية والعرب صابورين صابورين وقوية ومزا منشغلها بالطريقة المظبوطة فيه نجاح نجاح عظيم يلي الغرب ما عنده إياه يعمل جورج الترس في مجالات العقارات والبناء وفي صناعة التجزيع والخدمات اللوجيستية وفي الصناعات التحولية ويستثمر حتى في أحد المطاعم الراقية في منهتن مطعم إليلي لكن أعماله بنسبة الـ 98 الدمية هي مساهمة عائلية بحتة ليؤمن ضيفي بالشراكة مع منهم ليسوا من جلده ودمه هل تشعر بأمان أكثر ضمن جو العائلة؟ يعني اللي عم بتقوله بيذكرنا بكلام مفاده أنه اتحاد الرجل والمرأة هو الشراكة الوحيدة الجيدة يعني ما بعث كيف بدي جيوب على هذا السؤال بس بأمن بالعائلة بأمن بالشراكة بالعائلة بأمن ب أنا بالشراكة الشغل بحب أنا كون ما بكون ما فيني ضيع وقت تأستشير شريكة وسأله كيف شو رأيك بحب الشغل بسرعة وشراكة المرأة والرجال هاي دي شغلة كتير عظيمة كتير كتير عظيمة عندي أما هل بحز بقلبك اليوم أنه الكثيرين في لبنان والعالم العربي يجهلون أنه صاحب إمبراطورية كابالي نيويورك هو ابن هذا الشرق الأوسط ابن هذه المنطقة ابن العالم العربي هذا ابن لبنان أنا بحب كل أنا تعرف باللبنان والدول العربية أنه شركة أمريكانية يلي قدرنا أسسناها من ماشي وقدرنا البضاعة نباعد بكل أنحاء العالم ينعرف أنه لبناني عربي تعطي الأمل والمساعدة حتى يكون قدوة قدوة الهوب لكل واحد لبناني عربي يلي نحن حتى لو لبناني أو عربي لبناني عربي فينا ننجح وينما كان مخازن كابالي نيويورك منتشرة بكل أنحاء وأرجاء العالم وفي لبنان هناك سبعة مراكز تملك امتياز بيع منتجاتكم هل وجودك بلبنان لأسباب اقتصادية ربحية أم لأسباب عاطفية وجدانية أكيد أكيد عاطفية مثل ما قالت لبنان بلد صغير المسوق صغير نحن من هون والحلو لازم نكون هون على طول جورج الترس في عز الأزم الاقتصادية العالمية يلي ضربت كل المجالات تقريبا وتأثر بها الاقتصاد العالمي نجحت انك تتعامل مع المرحلة نجحت انك ترجع تقلع من جديد وانك توصل الى ثقف اعلى من اللي ادركته سابقا كيف تعاملت مع هذه المرحلة اول شي يعني كانت الكارسة المالية كارسة كبيرة ومفاجئة لكل العالم مش لقليل وحدة شغلات هون ما كنا حيسبينهم بالحساب بس كتر خير الله انه اجتمعنا كل الفريق العمل اخوتي فريق العمل وقلنا انه انه ما فينا نرجع لورا ومش رح نستسلم لاي كارسة مالية وغير مالية وحطينا خطة عمل خطة عمل حطينا خطة عمل وكنا كتير مسابرين انه بدنا نطبق بحزافيرة وبدنا نشتغل يوم كل يوم وكل ليل لتا كنا نحافز على هالشركة يلي هي عنا كتير عالم مواصفين عيال عم يستفيدوا من هالشركة ولوين بدوا يروحوا كم ألف حيلي كان عنا وقته كيف ما كان سبعة تلاف تمنتلاف موظف وماذا عن اليوم عن اليوم نحنا خففنا بالتصنيع بالصين بس كمكاتب موظفين بالمكاتب كبرت اكتر بس خففنا التصنيع لانه عم نعطي عالم تصنع عنا الماركة تبعيتنا عم بتلزم يعني عم نلزم انا سمعت انه في خدم الازم الاقتصادية هناك موظفين عرضوا على ادارة كابالي نيويورك تغفيد رواتبهم ليس خوفا من ان تقوموا بطردهم من العمل لكن من اجل يعني مساعدة ومسندة الشركة اللي هذا صحيح نحنا موظفين نحنا منقول هايدي مش شركة هايدي عائلة اوكي والوظيفة مانا وظيفة هايدي كورير ايضا ما بعرف شماية بالعربي سو موظفين نحنا وياها المشتغل نحن كعائلة وخلال الازمة المالية حسوا بالضيق وحسوا شو عم بيصير بغير شركات شركات فلست سبعين شركة فلست بخلال شهر بامريكا يالي نحن نبيعون سو حسوا بالضغط وحسوا انه لازم يساعدوا كعائلة وعرضوا في ناس عرضت عندن عشتري في دولار عشين افدورم جمعين خمسة عشر سنة قالوا اذا بدكيه هون جوج تنقوي الشركة تندل نحن كلنا موجودين بالشركة تنساعدك نطلع من هالكارسي نحن مستعدين نعمل كل شي تتحقق مع ضيفي رجل الأعمال مقولة رائجة ناشط في صناعة وتجارة كل شي كل كل شي من البابوج الى الطربوش فاصل قصير ونعود ابقوا معنا اصدقائي المشاهدين لعبة كرة القدم هوايته وهي له كما الأوبرا ذات الألحان التي تنبض حياة أمسك بها منذ خطأ أول خطواته في مجدلية ويوم كبر في بلاد الفرص قرر أن يفتح أمام الشباب فرصة الإمساك بالكرة فأسس مركز كابالي سبورت سنتر ثم سيدر ستارس أكاديمي لتدريب الأولاد على رياضة كرة القدم فحلق تيا زخما وحلق هو فرحا أيقنا أن الفوز في العمل يوجب كما الفوز في لعبة كرة القدم أن يكون المرء أول كي تتحقق فيه صفة أول أما أن يكون الثاني فهذا يعني أنه لا شيء أصدقاء المشاهدين نذكركم أننا دائما في انتظار أراءكم عبر موقعينا الخاص ريكاردو كرام دوت كوم وعبر موقعي التويتر على عنوان ريكاردو أركرام وعلى صفحة الفيسبوك كرام ريكاردو جوجة الترس ندخل مباشرة في لعبة عمرك أو في حياة عمرك لعبة العمر هي كرة القدم وطبعا حياة عمرك هي عائلتك الصغيرة بشو منبلش بدك إيه لحنبلش من البيت من العائلة من لز السيدي الجميلة يلي اقتحمت قلبك وعقلك ويلي طبعا أسست معه هذه العائلة الجميلة بتشكل أنت وليز ثنائي ملفت للنظر و وعندكم سبعة أولاد شعلوت مارلون جورج تامس أليكزندر وليوم ولينرد أو ليوناغ أنت سرت القاعدة يلي بدأت تعمم وتفضي إلى تأسيس عائلة مكونة من ولدين أو ثلاثين طبعا تستحق تصفيق شو منزقفل شباب شكرا حكينا حكينا عنك أنت كبي وكزوج أنا مثل ما بلشنا بالحديث قبل العائلة كتير مهمة عندي وأهم شخص بحياتي هلأ بهل هلأ هو مارتي مارتي إليزابيت يلي يلي أنا كنت كتير محزوز اتعرف علي وزوجنا و كتير كتير بتساعدني ويلي هي تعلمت منها كتير بحياتي مارتي لبنانية ألمانية تعرف أنا بحب أتعلم كتير مثل ما حكينا قبل بحب أتعلم وعلم سو تعلمت كتير من مارتي ساعدتني كتير شغلات وكمان بتهتم بالولاد يلي هي بهال بهالشكل فيني أشتغل أكتر و و وركز على شغلي سو نجاحي كتير كتير مهم لأنه من مارتي وهي دا بتمنى كل العالم يكون عندهم مزوجين لشخص مثل ما أنا مزوج لمارتي لز يعني لز هي العمود الفقري بالبيت وهي الصخرة اللي تتكل عليها بالأخير يعني هي سمحت لك أو تحت لك الفرصة أنك تحلق بجوانحك أنك تطير حول العالم أنك تحقق وترجم طموحاتك وأحلامك وهي اهتمت بالولاد وكانت العين السهر على الأولاد طبعا بالتنسيق معك لكن أنت مطمم بالك أنه ببيتك في حدا في حضن أوي غامر الكل مزبوط أو لا وعن بلعها على الجميع عم بحكي صح أو لا أكتر من صح أكتر من صح العيلة هي مارتيليز تهتم بكل شي وبتعرف بكل شي منت ما أنت قلت أنا كتير مشغول بنسى أنا وياها بت كتير 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 مهمة لأنها وهي العمود فأري بالبيت كل أولادك نالوا سر العماد في لبنان في أهدن وتحديدا في كنيسة سيدة الحصم هناك على قمة جبل سيدة الحصم يرى الزائر كم هي جميلة هذه الدنيا كم هي جميلة هذه المنطقة منطقات القدسين ووادي قنوبين إما تتشعر كل مرة تقف فيها على قمة هذا الجبل من ما يقولوا بالإنجلي breath taking أنت أسست مركز كابالي الرياضي كابالي سبورت سنتر وأكاديمية نجوم الأرض سيدر ستارز أكاديمي وطبعا على الشاشات الموجودة في ستوديو عم نشوف بعض اللقطات وبعض صور من الأكاديمي ومن مركز كابالي الرياضي هذه الأكاديمية بتدرب الأولاد على رياضة كرة القدم مركز وأكاديمية بيسوعب ألاف الشباب ماذا عن نسبة الشباب العرب واللبنانيين اللي التحقوا بهذه الأكاديمية وبهذا المركز أوكي بتعرف نحنا اللبناني والعرب عنا على طول حنين أوكي وقتا من نكون بالغرب لبعضنا أكتر الأوقات بما أنه إساسنا اسم النادي سيدر ستارز يعني نجوم الأرزي بس يسمعوا بالمنطقة عنا هناك في نيجورزي ولا بنيويوك سيدر ستارز اللبناني أو العرب بيسألوا إلا ما يكون صاحب هالنادي في شيء من لبنان وبيحبوا يلتحوا فينا لأنه بيحسوا مربوطين لبلد الأم اللي هي لبنان والعرب وفينا كتير شباب وأهل بيحبوا يبعثوا أولادهم لعنا لأنه بيحسوا بيحب لبلدهم الأصل كابالي سبور تقدم كل ما قد تحتاجه المنتخبات الرياضية والفرق الرياضية نحن عرفنا نكون صممته مؤخرا لباس فريق السلام الزغرتاوي وعرفنا أيضا أنه ليس زوجتك هي المدير الفني وهي من صمم هذا اللباس والملابس المختلفية اللي بتصنعوها هل معقول أنه يرتدي المنتخب اللبناني من تصميم كابالي سبورت نيويورك من سنتين وقتها بلشنا بالأكاديمية تبعية الفوتبول الرار بدنا نفتش على يونوفوم حلو ما لأينا سو مارتي ليز قالتلي شو رأيك أنا بعمل التصميم للفريق و أنت منصنعو بما صنعنا بالصين سو قلتلي أوكي جربي سو جربت طلع تصميم كتير حلو وحتيتلي فريق عمل معها تيساعدها مشين يعملوا هالمساطر والتصنيع لهذا لكبالي سبورت وبس سونا نلعب بالملاعب والدورات كل العالم يقولوا شو حلو هالتصميم شو حلو هالفضاعة فينا نشتري منا ما كنا حسبين حساب أنه الطلب يكون كبير بقى حكيت أنا ومارتي قلتلي أوكي ليش ما بتكوني أنت مديرة الفن أو ديريكتور أو كياتف ديريكتور وصلنا أوكي نبيع بأميركا لكل النوادي بأميركا وخلال سنة سنتين انشهر هالبراند وأنا من مجلية صغرتة فريقي وقتا كنا خمس سنين وعشر سنين نتفرج ع فريق السلام صغرتها حكيت مع أبو ناسفين قلتله أنا بدي قدم لكم كل كل شي بيلبسوا الفريق وكان كتير شرف لقلي وكتير مبسطنا وهلا عم بيلبسوه وجمعة الج إذا الله بيريد هاي جمعة إذا الله بيريد معقول نجتمع بمدير الاتحاد اللبناني يكون فخر اللي كتير أنه لبس الفريق المنتخب لبنان بكابالي سبورت بداعة حلوة ونهتم فيهم ويطلعهم بينين محترفين جدا مثل أي فريق أميركا أو ألمانيا أو البرازيل هيدا هدفي شوش الترس هل أنت رومانسي أكيد هل تشاهد وتتابع الأفلام الرومانسية مارتي بتحب بس أنا معدي واحد أحضر رومانتيك موفيز أنت سامع طبعا بجنون العبقرية يه نظبوط تعرف لا نجاح يكتمل من دون ومضة جنون يعني الجنون حلو والجنون فنون هل تشتاحك في بعض الأحيان ومضات جنون جنون إيجابة أكيد هالشغلات يلي بتفرقك عن غيرك بمراحل بمراحل فيها شغلات جنون يعني مين بيقول سيفر على أمريكا مين بيقول روح على الصين واشتري بالصين وصنع بالصين وفيها شغلات أكيد جنونية بس جنونية على positive إيجابة إيجابة جوش الترس أنا سمتعت بهذا الحوار يعني أخيرا ترجمنا واقع نحكي عن هذه المقابلة مذما يقارب العشر السنوات مستقبت مستقبت وكل مرة من أجل أصدقائي المشاهدين وأخيرا عدنا والتقينا وباللغة العربية كنت مرتاح؟ تمام تمام يعني كنا فينا نحكي أكتر بس يلا ماشي الحال اللي حكيته كان طبعا زبدي وأكيد المشاهدين رح ينهلوا من هذه الزبدي أنا بتشكرك بتمنيرك كل التوفيق في المستقبل أصدقائي المشاهدين شكر لمتابعتكم شكرا وفاكم لهذا البرنامج نخسر بأننا لن نستطيع أن نفوز سنفوز كرروها بلا ملل وستفعلون ستفوزون في النهاية انتهى حوارنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة